اشرفت سلطات الادارية الصباح اليوم بمدينة طينطان على اطلاق مبادرة نايم سيد محمد السيدي لتكريم التلاميذ المتميزين في المدارس العمومية من مختلف المراحل الدراسية بالمقاطع ويتمثل هذا التكريم في توزيع كميات من الادوات المدرسية على التلاميذ الاوائد من كل فصل تدف هذه المبادرة الى الاسلام في مواكبة جهود الدولة الرامية الى ارساء دعائم المدرسة الجمهورية على مستوى المقاطع المبادرة شملت توفير حافلات لنقل التلاميذ بشكل مجاني من وإلى المؤسسات التربوية في المدينة اضافة الى توفير النقل المخفض لسكان البلدية المتحدثة باسم المبادرة اكدت ان هذا الحفلة يدخل في اطار دعم التعليم من خلال تشجيع الطلاب المتميزين على الجد والمثابرة قمنا اليوم بتكريم الطلاب اليوم كل فصل اليوم بعدد من الكران والقلومه هذا معدلنا نايف سيدي محمد جزا الله عنه خير وقمنا فهمهم ملي بعملية بساتة عندنا هلية بساتة ينقلوا الطلاب مجانة ويساعدوا ملي المواطنين في النقل وهذا معدلنا لتوجه دعموا توجه رئيس الجمهورية دعموا للطلاب وتكريموا له المدرسة الجمهورية اشتركوا في القناة